وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف أل الشيخ خطباء كل الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة اليوم غد والتي تتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة لتذكير بما تنعم به البلاد من نعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة إذا مشاهدينها هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تخصص فيها خطب الجمعة للحديث عن اليوم الوطني للمساهمة في تعزيز الوطنية والتذكير بتطور البلاد ويتطرق الخطباء خلال هذه الخطبة للحديث عما تنعم به البلاد من نعمة الوحدة والاستقرار وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع وذلك لنشر الوعي الشرعي وتبصير الناس بإمور دينهم ودنياهم وتأكيدا على دور وأهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد يذكر هنا مشاهدين أن وزارة الشؤون الإسلامية ومنذ أن تسلم آل الشيخ حقيبتها قد بدأت بتفعيل خطب الجمعة بتخصيصها لما يهم الناس ويعنى بحياتهم مبتعدة عن الطابع التقليدي الذي لا يتناول هموم الناس ومشاكلهم